الدورة الثامنة أساليب الدعوة الدرس السادس المدخنون يدورون في حلقة مفرغة تبدأ بالإقلاع عنه وقبل مضي دقيقة من هذا القرار يعودون لما كانوا عليه ويدخنون ومن ثم يعزمون على الإقلاع مرة أخرى وهكذا فكيف لنا أن نساعدهم على التوقف والإقلاع تماما كان معنا في العمل مدخن سابق يدعى جميل بالرغم من أنه يعلم يقينا أنه لا ينبغي له التدخين إلا أنه لم يملك الدافع الكافي للإقلاع عنه وهكذا فمن حين لآخر يأتي جميل للمكتب ويخبرنا بأنه يعلم أن عليه الإقلاع عن التدخين ولكنه سيستمر على التدخين وفي يوم من الأيام أتى إلى العمل يبشرنا بإقلاعه عن التدخين وإذا بصديقه المقرب آدم يبدأ بتهنئته وأراه حماسا كبيرا تجاه الخبر المفرح وقام بنشر الخبر لجميع الزملاء في الشركة وأخبرهم واحدا تلو الآخر بأن يهنئوا جميلا بمناسبة إقلاعه عن التدخين وهكذا فجميع الزملاء يتوافدون على جميل في مكتبه لتهنئته فعم السرور والحماس أرجاء الشركة حسنا لقد قلنا قبل قليل إن المدخنين لا يستطيعون الامتناع عن التدخين ولكن مع كل التهاني التي يتلقاها جميل سيكون من الصعب عليه جدا أن يعود لعادة التدخين سيكون إحراجا كبيرا له وهكذا نتعلم من هذا الموقف أن الحماسة معدن إذا أبدأ شخص ما تغيرا حتى ولو كان صغيرا عليك أن تقوم بتهنئته بحرارة يمكن استخدام هذا الأسلوب لمساعدة الأفراد لتغيير سلوكهم كان هذا هو الأسلوب الثاني وهو رائع جدا لأنه يجعل الشخص المعنية محطا للأنظار لنطرح موقفا جديدا كان هناك رابطة تدعى رابطة الطالب المسلم في إحدى الجامعات في أمريكا ولم يوجد أحد لتشغيل هذه الرابطة لا رئيس ولا مدير وكانت مستشارة هيئة التدريس بالجامعة إمرأة مسلمة فأرادت أن تجد أي شخص ليكون رئيسا لهذه الرابطة لم تهتم لكون هذا الشخص سيستوفي جميع المتطلبات أم لا جل همها أن تجد من يشغل هذا المنصب وتبدأ أنشظة الرابطة وجدت المستشارة مسلما غير ملتزما بالتعاليم الإسلامية وأخبرته أنك من الآن فصاعدا ستكون رئيسا رابطة الطالب المسلم أجاب عليها لا لا أستطيع فعل هذا أبدا ردت قائلة بلى ستفعل أجاب لست ملائما لهذا المنصب البتة ردت لا يهمني ليس هناك أحد سواك ستكون الرئيس لقد أجبرته على ذلك عندما أصبح رئيسا لرابطة الطالب المسلم شعر بحرج شديد لكونه لا يصلي وكونه يتمشى في الأرجاء برفقة حبيبته لهذا توقف عن كل هذه التصرفات وبدأ بالصلاة وحافظ عليها وعلى التعاليم الإسلامية وهكذا قام بقيادة رابطة الطالب المسلم بنجاح لعدة سنين لذلك في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بأشياء ومواقف معينة يمكنك دفع الشخص إليها إذا لم يكن هناك أحد آخر الآن لننتقل لتقنية مشابهة لسابقتها ألا وهي أن تشعر الشخص بأهميته وهذه في الأساس من الطبيعة البشرية فنحن نحب من يشعرنا بأهميتنا تأمل عدد الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا العدد تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل فرد منهم يشعر بأهميته بسبب الاهتمام الذي أولاه الرسول صلى الله عليه وسلم لكل منهم وهكذا فبإمكانك إنجاز الكثير إذا أشعرت من أمامك بأنه مهم ومرغوب فيه والعكس فإنك ستحقق القليل إذا قمت بتهميشهم وجعلتهم يشعرون بأنهم عديموا القيمة وهذه واحدة من أكثر الأسريب النافعة لمساعدة شخص ما على التغيير وهي جعله يشعر بالأهمية